أكد محافظ سلفيت عبدالله كميل أن صندوق التكافل الخيري متواصل في تقديم الدعم والتدخل اللازم لتوفير حياة كريمة للأسر المحتاجة في سلفيت جاء ذلك خلال تسليم عدد من المنازل لأصحابها بعد ترميمها وتأثيثها بشكل كامل هذا واحد من المنازل التي رممت رممنا لحتى الآن 11 منزل هذا البيت كان غير صالح لسكن على الإطلاق والحمد لله بفعل الخيرين بفعل أولئك الذين تبرعوا في صندوق التكافل الخيري استطعنا رسم الابتسام على وجوه هؤلاء الناس وهم أبناء شعبنا تراجع إنتاج محصول البرتقال في المحافظات الجنوبية إلى مستوى لا يلبي